لنفرض أنه لدينا جسم ماء ويوجد هذا الجسم خارج الماء وكان وزنه خارج الماء يساوي 10 نيوتن إذن وزنه خارج الماء يساوي 10 نيوتن عند غمره في الماء وضعته في ميزان وكان وزنه داخل الماء يساوي 2 نيوتن إذن وزنه داخل الماء يساوي 2 نيوتن ماذا يجب أن يحدث الآن؟ يجب على الماء أن يبذل قوة باتجاه الأعلى تعادل ثمانية نيوتن تعادل ثمانية نيوتن من وزن الجسم الأصلي إذن سيكون الفرق بين هذين الوزنين مساوي لقوة الطفو إذن هذا الفرق هو قوة الطفو إذن الطريقة لتفكير بها هو عند وضع الجسم في الماء ممكن أن يكون هذا الجسم مكعب أو أي شيء آخر إذن هذا الجسم موجود في الماء دعوني أقوم برسم الماء هذه الماء تظهر هنا نعلم أنه لدينا وزن إلى الأسفل وهو 10 نيوتن إذن الوزن للأسفل يساوي 10 نيوتن هذا الوزن لكن عندما يكون في الماء الوزن الصافي سيكون 2 نيوتن إذن يجب أن يكون هناك قوة أثرت عليه باتجاه الأعلى على هذا الجسم بمقدار ثمانية نيوتن هذه قوة الطفو التي تعلمناها في الفيديو السابق والذي تحدث عنها قانون أرخاميدس هذه هي قوة الطفو إذن قوة الطفو تساوي 10 ناقص 2 وتساوي 8 نيوتن وهذا مقدار ارتفاع المال الأعلى وأيضاً ماذا يساوي هذا؟ يساوي وزن الماء المزاح إذن 8 نيوتن إذن 8 نيوتن تساوي وزن الماء المزاح ما هو وزن الماء المزاح؟ الوزن يساوي الحجم حجم الماء المزاح مضروب في كثافة الماء رو مضروب في الجاذبية الأرضية جي وما هو حجم الماء؟ إنه حجم الماء هو يساوي قسمة 8 نيوتن على كثافة الماء وهي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب النيوتن هو 1 كيلوغرام متر لكل ثانية تربية كيلوغرام متر لكل ثانية تربية إذن ما هذه؟ هذه تساوي 9.8 متر لكل ثانية تربية هذا هو التسارع الأجاذبية إذن إذا نظرنا جميع الأحداث فإنها تتحول في الواقع وتنتهي بمتر تكعيب لكن دعونا نحلها رياضيا سأستخدم الألة الحاسبة لإيجاد هذه القيمة إذن هذا يساوي ثمانية مقسوم على 1000 ثمانية مقسوم على 1000 مقسوم على 9.8 بالعشرة هذا يساوي تقريباً 8.2 8.2 مضروبة في عشرة للقوة سالب أربعة متر تكعيب وبمعرفة الفرق في الوزن في وزن الجسم أستطيع معرفة الفرق في وزنه وأستطيع معرفة الحجم وهذا يجعله لعبة موسلية لتلعبها لتلعبها مع أصدقائك أنك تزن نفسك خارج الماء ثم تجلب ميزان ضد الماء وتضعه في قاع مسبحك وتقف عليه ثم تعرف وزنك داخل الماء على افتراض أن كفافتك لا تتغير لكن تستطيع معرفة وزنك خارج وداخل الماء وستعرف أيضاً حجمك وتستطيع معرفة المدى الذي يزداد فيه على أي حال هذا مثير معرفة ما هي قوات الطفو للماء أو كم نحن نحذف عند وضع الجسم في الماء نستطيع معرفة حجم الجسم وهذا يبدو حجم صغير لكن تذكر في المتر المكعب لديك 27 قدم تربيع في المتر المكعب لديك 27 قدم تربيع إذا ضربنا هذا الرقم بـ 27 عندها يساوي فاصلة 0.02% فاصلة 0.02% قدم تربيع تقريباً ولمعرفة هذا كم يساوي بالإنش هناك لدينا 12 12 مضروبة في 12 في 12 وهذا يساوي 1728 مضروبة بـ 0.02% وهذا سيساوي 34 إنش تربيع الجسم ليس صغير كما تعتقد هو حقيقة أكبر بقليل أكبر بقليل من 34 إنش على أي حال دعونا نحل مسألة أخرى دعونا نحل مسألة أخرى لنقول لدينا بعض القطع الخشبية وأعلم أن كثافة الخشب هي كثافة الخشب هي 130 كيلوغرام لكل متر تكعيب لكل متر تكعيب عندي مكعب كبير من الخشب وما أريد معرفته إذا وضعت ذلك في الماء لنرسم الماء عندي مكعب خشب سأرسمه باللون البني إذن لدي مكعب من الخشب وهو يطفو داخل الماء كما نرى جزء منه مغمور في الماء أريد أن أعرف كم نسبة غمار المكعب كم تبلغ الجزء كم يبلغ الجزء المغمور من هذا المكعب وهذا سؤال مثير حسنا كيف نعرف ذلك عندما يكون الجسم مغمور في الماء أو يطفو في الماء يجب أن يكون مجموع القوة المؤثرة على هذا الجسم تساوي صفر إذن في هذا الوضع قوة الطفو يجب أن تساوي يجب أن تساوي وزن أو قوة الجاذبية وزن أو قوة الجاذبية وما هي قوة قوة الجاذبية قوة الجاذبية هي وزن الجسم ونحن نعلم أن الوزن يساوي الحجم مضروب في الكثافة إذن هذا يساوي حجم المكعب مضروب في كثافته مضروب في تسارع الجاذبية وما هي قيمة قوات الطفو؟ قوات الطفو تساوي حجم الماء المزاح لكن هذا أيضا هو حجم الماء المزاح وهو حجم المكعب الذي تم غمره في الماء الجزء المغمور من المكعب هذا هو الحجم الذي أيضا يساوي كمية الماء المزاح نستطيع القول أن حجم القطعة المغمورة هو نفس حجم الماء المزاح مضروبا في كثافة الماء مضروبا في تسارع الجاذبية وتذكر كثافة الماء حسنا تذكر قوات الطفو هي تساوي وزن الماء المزاح وهو حجم الماء المزاح ضرب كثافة الماء ضرب تسارع الجاذبية طبعا حجم الماء المزاح هو نفس حجم قطعة الخشب المغمورة أصلا وبما أن القطعة ثابتة ولا تتسارع للأعلى أو للأسفل نعرف أن هتان القيمتان يجب أن تساوي إحدهما الأخرى لذا V هي حجم قطعة الخشب والحجم الكامل لهذا الكمية المغمورة ضرب كثافة القطعة الخشبية ضرب الجاذبية يجب أن تساوي حجم القطعة الخشبية المغمورة وتساوي حجم الماء المزاح ضرب كثافة الماء ضرب الجاذبية أو تسارع الجاذبية الأرضية لدينا تسارع الجاذبية على كلا الجانبين لذا نستطيع أن نلغيه ولنغير اللون لنرى ذلك بوضوح ماذا يحدث لو قسمنا كلا الطرفين على الحجم على حجم قطعة القشب ونحصل على سنحصل على دعوني أكتب ذلك هنا إذن أعتقد أنك ستفهم هذا سنقسم طرفين على ذلك ونحصل على الحجم المغمور مقسوم على حجم الخشب فقط قمت بقسمة كلا الطرفين على الحجم وهذا يساوي كثافة قطعة الخشب مقسوم على كثافة الماء على كثافة الماء هل هذا منطقياً؟ ما قمت به هو بعض العمليات الحسابية البسيطة على أمل أتخلص من جي وهذا منطقياً لك والآن نحن مستعدون لحل المسألة سؤال الأصلي هو كم نسبة الجزء المغمور من الجسم؟ وهو بالضبط هذه القيمة إذن إذا قلنا أن هذا الحجم المغمور هذا هو النسبة المغمورة وهذا يساوي كثافة قطعة الخشب وهي 130 كيلوغرام لكل متر تكعيب مقسوم على ألف كثافة الماء وهي ألف كيلوغرام لكل متر تكعيب إذن 130 مقسوم على ألف هذا يساوي إذن الحجم المغمور يساوي 0.13% وهو يساوي 13% من قطعة الخشب هذه النسبة ستكون هي الجزء المغمور نسبة الجزء المغمور أراكم في الفيديو التالي